موسيقى صباح الخير مشاهدينا براح فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار الاربعة احداش كنون الاول ديسمبر 2013 بسعدنا راح باليوم بهذا الطقس الجميل والمسقع بس الخير يعني العاصفة خير جميلة بتكون بيعودوا الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية دي قبلها صباح الخير صباح النور نرعبت انه في عاصفة جهية لانه كتير تهول بهذا الموضوع ولا لا مستقبلها بفرحة وبانه حلو القادئين بالبيت بهك طقس انا برأيي انه خوفوا الناس اكتر من زوم عاصفة تلجية عاصفة تلجية كالعمرو بلبنان بيصير في عواصف تلجية ما بدها لقد القصة ولكن طبعا من راحب فيها بفرح لانه تلج حلو وخير وشتي خير وما بعرف ليش عطول هيك في عنا نحن سيناريو كاتاستروفي انه مدرش وبدو يصير ان شاء الله ما يصير اكتر مدرش وبدو يصير هو بالعواصف السياسية دائما بتكون محور بحث على طولة برنامج الحدثة اللي راح تكون اكيد محور حديثنا اليوم من العاصفة الوزارية التي قام بها الوزيران غازي العريضي ومحمد الصفدي كيف تقرأ هذا الموضوع لأول مرة بتصير الفضائح عادة الشعب بيفتح الشعب بيقول السياسيين عملوا أمامها السياسيين لما يتبادلوا الفضائح ومن أين لك هذا كل واحد يقول لتاني لابد من التوقف عندك كما توقف النائب العام المالي عند التصريحين للوزيرين واعتبرهم بمثابة اخبار اكيد في عاصفة ضمن الكوات اللبنانية يحكي عن حضرتك من ضمنها وهو استقالتك من مناصقية المتن قدي هذا الشيء اجراء طبيعي أم انه لا كمان فيه تهويل بهذا الموضوع وعدد من العنوين السياسية راح نترحها مع حضرتك لكن نسمح لبداية أن ننتقل إلى زميلتي كريستين حبيب ومشاهدها بالأخبار شكرا كريستين مشاهدينا برحب فيكم مجددا ونبدأ حوارنا مع عدو الهائة التنفيذية في الكوات اللبنانية إدياء باللمع أستاذ أدي بداية من ما يحكى عن استقالتك من مناصقية الكوات في المتن هل هذا الكلام صحيح بداية؟ نعم يعني أنا هذه منازلة شأن كبير بس عمليا أنا صلي فترة كنت على رأس هذه المنطقة من الناحية الحزبية طبعا القانون عن الحزبة يلي نحن قررينه منذ فترة بيقضي بأنه فصل بين واحد يترأس من النسائية بالمنطقة ويكون مرشح للمنطقة ويتعطى أشياء السياسي البحث بما أنه نحن هلأ عم نعمل نوع من تطبيق لهذا القانون بقى طبعا صبقنا الأمور وعملنا اللي يجب نعمله بس هذا الموضوع بس حضرتك يعني كنت مرشح سابقا للانتخابات نعم اليوم ما فيه انتخابات على الأبواب لا يبدو فيه انتخابات يابية ليش استقلت؟ بس تمر بعمل سياسي على مستوى السياسي العام هلأ شأن الحزبي طبعا في حدا لازم يتولي حتى لي أقدر أن أكفي على المستوى السياسي ما هو مطلوب هلأ سياسي يعني إراديا استقلت؟ نعم نعم يعني هيدا نحنا متفقين علي يعني عمين نظام داخلي لحتى لي نتأيت فيه مش أنه للشكل ونحنا قلناها وقتا وعلنا أنه تأييدنا لهذا النظام وبالتالي الالتزام فيه ونحنا تعرف حزبنا حزب هيك حديدي مش مبدو الحديدي ولكن نظامه هيك يعني أعضاء الحزب مصرين على أنه هذا النظام والمنتسبين أن يطبق هذا النظام الداخلي اللي أقرريني كلنا سواء لأنه نظام فريد ديمقراطي يعني يعني كتير بيعبر عن إرادة الناس والناس قدره يعني حقيقة أنه تقدر يعني تعطى معه بانفتاح وتعطى مع العمل الحزبي بانفتاح وليس أنه بشكل حديدي بس هل هذا مؤكد أنه حضرتك رح تكون المرشح للكوات المتن؟ هل هذا موضوع آخر يعني هون البعض رح يقول أنه مين قال أنه على الأكيد كمان مجددا هل هذا موضوع آخر هلأ هلأ هيك بس أنت نقول هلأ موضوع آخر مش هلأ المهم أنا سأتفرغ للعمل السياسي في المنطقة يعني وهذا يعني موضوع طبعا أكيد ورحاهم فيه مش هلأ بغض النظر بعدين شو بصير بس أنه لأ هلأ هيك طيب هل صحيح أيضا أنه فيه خلفات كبيرة على خلافة أدي أبا اللمعة بالمثل؟ أبدا 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 أنا اتفجأت من هذا الحديث تعرفي حقيقة يعني كل الرفاق خاصة اللي نذكروا بالمقالات كذا أخوة ورفاق وأصدقاء وكلهم فيهم خير وبركة بالحقيقة مش عم بقول هيك للدعاية عن جد أنه شباب مميزين كلهم وهيدي إذا بدك حفلة الاستشارات اللي صارت يعني استشارات لجس نبض الأرض نحنا هذا بنظامنا الداخلي بيصير فيه استشارات وهذه الاستشارات منها عملية تصويت هي عملية تسمي واستمزاج قراء الشباب وهيك تحتى نظل على شوي على تواصل مع شو بريده شو بحبه شو تطلعاتهن كيف بيشوفه الأمور وهيدي شيئة كتير مهمة مش هكما نسميها هي مشهورة أكتر ما هي هل صحيح أنه عندك فيتو على أحد الأسماء أو أنه في علاقة سيئة كانت بينك وبينه كل الأسماء اللي ريت اليوم أصدقاء وأكتر من أصدقاء كمان طيب يقول يعني البعض يقول بأنه عندك التحفظ على اسم نبيل بوحبيب بالعكس صديقي كتير لا هوا عن جد رفاق وأصدقاء يعني عن جد أنه أبدا 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 هلأ وقت بيكون لدي شي مشكلة بقولها بس بالعكس عن جد عن جد هوا دي كلهم رفاقي وشغلين سوا طيب من اليوم بيحسم الجدل بهذا الموضوع بيحسم الجدل رئيس الحزب بعين هو بوفق المشهورة يعني هو بيأخذ هالرائي اللي تعبر عنها لأنه طبعا منا بس اسموا نحط بسندوق أراء بيتعبر عنها ومن ثم هالأراء توصل لرئيس الحزب رئيس الحزب بعين رئيس ونايب الرئيس وثم يطرح الأسماء على الهيئة التنفيذية على أن توافق عليها أو لا توافق يعني الأراء النهائية للهيئة التنفيذية لهي مشكلة من؟ لهي مشكلة بغير حزب من أعضاء الموجودين فيها وبالمست يعني مع التنطبيق الحزب طبعا أعضاء الهيئة التنفيذية بينتخبوا من القاعدة يعني من القاعدة الحزبية مش من رؤساء الأقسام أو من هذا القواتيين بينتخبوا القواتيين كلهم هني بينتخبوا أعضاء الهيئة التنفيذية إلى أي مدى بعد القوات قدرى تحافظ على هذه المؤسسة يعني مؤسسة حزب القوات أنه يقال دائما كان أنه تنظيميا يتم الإشادة بطريقة الإدارة في حزب القوات اللبنانية إلى أي مدى اليوم قادرين أنتوا أو أنه أيضا الركود والملل والانتظار وأنه اللبنانيين صاروا بكل شيء مسلمين دخل إلى حزب القوات اللبنانية يعني بالحقيقة لما نشوف نسبة الانتسابات اللي صار بالقوات اللبنية لا تدل على ذلك تدل على حيوية في حيوية حزبية الملفت بنظامنا أو بطريقة عملنا أنه نحن بحركة مستمرة وبانفتاح مطلق خاصة أنه نحن اعتبرنا أنه لازم أنون الحزب أنون الداخلي اللي عملنا نظام الداخلي اللي عملنا أنه يطبق مهما كانت الأحداث اللي بطحيت فينا يعني ما يكون هو عرضا لما يحدث بالبلد أو أنه يكون لا بالعكس نحن اخترنا واخترناه بأيام صعبة لما نحن فتنا بهذا الحديث عن النظام وترتيب النظام وطبعه وتوزيعه نحن كنا حقيقة قررنا أنه مهما كانت الأمور وشو ما كان الحدث السياسي أو أي شيء هذا النظام يجب أن يطبق وكنا نحن كلنا موفقين عليه ويعني أخذ معنا وقت لأنه أخذ وقت لأنه كان بدنا حقيقة يعني موافقة الكل ما مشى فيه هيك بشكل بس بهذا الموضوع أيضا يؤخذ عليكم أنه رئاسة الحزب في القوات اللبنانية سوف تبقى أبدية أزالية لدكتور سامير جعجع شأن كل الأحزاب التي يتم تشخيصها وشخصنطها خلينا لك شغلي لا لأنه رئيس الحزب ينتخب من القاعدة كمان يعني كل شخص بيروح بنتخبه أنت بتعرفي اليوم حتى رئيس الحزب بيبقى محبوب أو أين كان بس اليوم بالقوات اللبنانية في أجيال يعني بيبقى مثلا محبوب كتير بجوز من الأجيال القديمة محبوب كمان من الأجيال أو ممكن أنه الجيل الجديد يكون عنده غير اعتبارات بقى بالتالي ما فتح له مجال أنه يصوت يعني عمليا مش أنه كلها صورة واحدة بالعكس الصورة اللي يعطيناها أنه أي شيء ممكن أن يحدث في هذا الموضوع بواسطة الانتخاب القاعدة بس إلا الترشح بوجه الدكتور جعجع يعني من اليوم من القواتيين بترشح إذا كان مقرر الدكتور جعجع أن يترح أين كان أين كان ممكن أنا ممكن غيري يعني عم بوحكي أين كان ما فيه ما فيه أي حدود بهذا الموضوع لبل بالعكس نحن منفتحين جدا على هذا الموضوع طبعا ولكن بدون شك أنه الدكتور جعجع طبعا له الكاريزمة تبعه بالحزب وإله حضوره له تضحياته يعني بالنهاية إنسان بالنسبة للقواتيين قعد فترة طويلة بالسجن لأجل أراءه أفكاره أداء ولاية الرئيس بالقوات أربع سنين يعني عمليا نحن يعني هو في كذا ولاية يعني الرئيس القسم هذا فيه ولاية بس تقريبا تتراوح بين السنتين والأربع سنين الولايات المختلفة يعني مفروض تصيروا بالانتخابات الراسية نحن بعدين عنا انتخابات طبعا وبرجع بقلك لزي بوقت اللي بتطرحي أنت أنه الانتخاب من القاعدة لا يسيطر على القاعدة القاعدة ما في حدا يجري يعمل فيها ويشتغل فيها القاعدة عدد كتير كبير وبالتالي لمنها القاعدة تتحرك وتحط صوتها بشكل سري الله بيعلم يعني شو ممكن أنها تنتج هايدي هايدي إذا بدك الميزة بهذا القرار ما حدا بيقدر يعرف وبالتالي بالدخول إلى المواصفات من مواصفات رئيس الكوات إلى مواصفات رئيس الجمهورية البعض يقول بأنه أخذته على نائبه ترس حرب كحزب كما الكتائب بأنه وضع شرط من شروط مرشح رئيسة الجمهورية ألا تكون يداهم للطخطان بالدماء هلأ الأشعار بهيك موضوع رح نسمع كتير أشعار هيدا الشعار بتعتبره هذا الشعار لأنه العمليا اليوم يسمحوننا يعني بهذا الحديث وعلى كل حال حكينا فيه مطولا بالسابق وكذا أنا بيعتبر كل من من وجهة نظره وكل من بموقعه اشتغل لبلده ودافع عن بلده وضحى لبلده واستشهد لبلده واصيب من أجل بلده هذا هذا اللي يحتزى به مش اللي قاعد ببيته وتخبه هلأ مش عم بقول عن حد أنه قاعد ببيته وتخبه مع احترامي لكل ناس كل واحد ناضل واشتغل على طريقته ونحن نحترم كل هو رب ما كان يقصد أنه إبعاد الميليشيات يعني أو التاريخ الميليشيوي ما في تاريخ ميليشيوي في ناس أو قاد بمنطقة كاملة عملوا يعني شاركوا بشكل أو بآخر بهذا الحرب لأنه انفرضت عليهم مش هني أرادوها بقى بتالي كل واحد على طريقته بقى بتالي يعني ما حدا بيقدر لا يزيد على حدا ولا ينقص من قيمة حدا بيإطلاق آآ شعارات أو آآ هايك الرنانة لحتى لأنه بيفكر أو اعتقادا منه أنه هايدي بتعجب الناس لأ هايدي ما بتعجب الناس ما بقى حابة الناس تسمع هايك حديث الناس حابة تسمع شو مشروعك أنت مواصفات الرئيس كيف تكون بتقلنا كيف تكون مواصفات الرئيس شو بده يعمل بالسياسة كيف يكون الرئيس وشو مطلوب منه أنه يعمل تكون رئيس قوي هذا هو المطلوب منك مش مطلوبة لأنك تجي تعمل الأشعار وتصير هايك مثل كليشيات تكب كليشيات بوجي ناس خلاص صار له الحرب 21 سنة خالصة 23 سنة خالصة بقى بالتالي ما حدا له طيب بس اليوم ستزادي اللي بعد يقول إتعادة الحرب ألن تعود القوات كما كانت بالحرب يا ست نانسي يعني هل القوات القوات بدي الفوت نظرها شغالي القوات ما أنها جسم معزول عن مجتمع يا في مجتمع كله سوا بيضرب ببعضه ولا سمح الله يا ما حدا بيقدم على فشخة ما في شي اسمه جسم يعني مش جهين هذي من كوكب معين بفضائي هذي ناس ولاد شعب ولاد شعب إله رأيه إله ردات فعله إله كل شي ما في أنه هل القوات تعمل أو غير القوات هل هالشعب ميال أنه يعمل هالشي ولا مش ميال أنه يعمل هالشي شو تطلعات هود الناس ونحن صار لنا فترة يعني معروفين بخطابنا الديمقراطي الواضح الذي ينادي ببناء المؤسسات والذي مصر على أن المؤسسات تسلم زمية من الأمور في البلد على حساب أي سلاح خارجها يعني نحن من يلي عم بيقاتلوا بهذا الاتجاه يعني نحن آخر ناس من سأل عن هذا الموضوع لأنه يعني بتشهد لنا السنوات الماضية على ما وقفنا بهذا الاتجاه ونحن واضحين وصرحين وصادقين طبعا هلأ إذا في شيء صار بالبلد ويكون صار على الكل وبالتالي الكل بده ياخد مسؤوليته أنه أول شيء أنه ما تسير وتاني شيء لا صمح الله إذا صار ساعت لا قوة ما هي المواصفات إذا اليوم يقال بداية هل تتحضر القوات لخوض معركة رئيسة الجمهورية عبر مرشح قواته وتحديدا عبر الدكتور جعجع هذا يعني يبقى الوقت يعني بيقوله كل شيء ممكن أنا ما بدنا هلأ يعني البعض يعني عم بيسوي هذا نحن ما بدنا نفوت هلأ نحن حطين يعني حطين هيك مفاهيمة معينة أنه الذهاب إلى الانتخابات أنه مواصفات الرئيس الجمهوري شو مواصفات الرئيس عن القوات؟ طبعا مواصفاته بالنسبة لأنا أنه يكون لما نقول نحن رئيس قوي ما معنى رئيس قوي يعني رئيس يحترم الدستور يكون يكون له موقف يحيد لبنان عن الصراعات الموجودة يبني المؤسسات ويقويها على حساب كل الفطريات الموجودة بالبلد على أي مستوى اللي كان عسكري اجتماعي اداري هذا هو الرئيس الرئيس الذي يساوم على الدستور الرئيس يلي همه هم البلد الرئيس يلي عن جد بياخد قرار يعني صاحب قرار بيقول كلمة اللي بدي يقولها الرئيس كمان يكون لبناني 100% يعني حقيقة يعني ما يكون ما يكون حدا بيقدر يأثر عليه من الخارج وين ها بتصير هاي بتصير بتصير بلبنان لأنه الستنسي اليوم فيه كتير حكة وسفرات وكذا وانتو بتعرفوا هذا الحديث كله سوا ما عكوا تسأل هذا السؤال ولكن وين قوة الرجل قوة الرجل أن يسمع ما يسمعه وأن يفعل ما يريد أن يفعله وما يعتبره هو صحيح وصالح للبلد وليس العكس مش أنه يتسير هذا الرئيس القوي ما هو لاش بده يكون رئيس قوي بيقدر يسمع الكل اللي عم تحكي وما في جمرك على الحكي وكل هذا بيسوي وانهم عم نقرأ مثلا كتير من هايكي الأقويل من هون سفير بيصرح من هون سفير بيطرق تنظيره بيسالون أو شي الرئيس القوي هو اللي ما بياخد بكل هاو دي الأمور لا فيما ياخد بها الأمور أي رئيس بده يصير رئيس في لبنان لابد أن يأخذ بهذه الأمور اليوم كلنا منعرف أنه انتخابات الرئاسي في لبنان أقل تاريخيا ولا مرة كانت غير مرة وحدة يعني كانت انتخابات فعلا بصوت الشعب يعني كما أيام الرئيس فرنجي لأن كانت كل الانتخابات تصير كل العالم يعرف أن المنافسة تكون عالمية واضحة السورة هاي دي لاش لأنه كان في قوة خارجية محتلة لبنان وكان السوري في لبنان وهذا كان تقويد للديمقراطية اللبنانية يعني عمليا نحن ما مرسنا ديمقراطيتنا أي رئيس كان يسترجع ييجي أو يفكر رئيس السوري مش راضي عنه بالفترة يعني في ناس عملت ضد رأي السوري وتحطى ندمر مناطقها يعني نحن منتذكر صار في رؤسة طبعا ما أخدوا برأي السوري بس بأول الانتخابات مفروضكم ديمقراطية قتيتم باتفاق الدوحة يعني كنتوا أنتم شركاء باتفاق الدوحة بأول الانتخابات بعد خروج جيش السوري من لبنان أنه استاهمتوا بأن يسمى الرئيس في اتفاق عربي دولي بمعنى السياسي السوري بعد ما ظهر من لبنان وبعده لأهلأ بعده بيتدخل بشؤون لبنان وبعد ما ظهر من لبنان بس هلأ على خروج يعني لأنه من وراء الأزمة اللي عنده صار على خروج من الحالة اللبنانية بوقت ما كان بعد خرج فعليا نعم بيحكي بالمعنى السياسي مش مهم يتظهر الخردة من لبنان المهم أنه من تارك من ملايكته في لبنان بوقتها وهذا كهيك صار وانتو بتعرفوا بالظروف اللي قدت إلى هذه التسوية بوقتها واللي حاطت فيها يعني رئيس ليمان هو اتخاب سوريا مش ظروف كتير مشرف في الأفريقاء كتير هل تعتبر أن الرئيس مش رئيس ليمان هو تسمية سورية يعني لا مش هيك عم بقول هذه صارت تسوية ما صارت تسمية صارت تسوية خرج وأنا اللي عم بقوله بعد هل عم بيظهر مش هيك نحن هلأ لازم نسغل الفرصة لحتى اللي فعلا نستقل بكل معنى الكلمة عن أي قرار إقليمي أو دولي بهذا الموضوع خاصة بهذا الموضوع وكل المواضيع السياسية التي يعنى بها لبنان يعني عمليا نحن ما منقدر نقبل بقى أنه يصير في تدخل يا بدنا نبني بلد بالآخر يا لأ مش هيك نحن عم نحكي بالرئيس القوي وموصفات نحن مصرين عليها نحن مصرين على الاستقلال مصرين على الحيادية مصرين على بناء المؤسسات مصرين على احترام الدستور وكل الفعاليات بتقول ذات الكلام بتقول بدنا رئيس يحترم الدستور رئيس قوي رئيس يحفظ على الاستقلال مش مهم أنك تقوليها مهم أنك تمارسيها يعني في كتير ناس بتقولها وعندها ميليشيات على الأرض اليوم نحن مش هيكي نحن عم نقولها من من المرشحين لا عمقول أنها ميليشيات يا حليفة بشكل أو بآخر نعرف نحن كيف تحيل وفيت ركبي نحن نقوله بهذا الإطار أنه لا هذا الموضوع يجب أن يطرح لأنه إذا ما انطرح مثل ما هو طبعا على طول ما نضل بشيء اسمه هذه ما بدي سميها تسويات تسويات ما أنا شغلة عاطلة بالمطلق بس خليني سميها هذه التسويات الرخيصة التي شهدها لبنان على فترة طويلة 20-23 سنة خاصة بآخر فترة على اللي بدي وضحه أنه لا لازم نحن نطلب الأفضل للبنان مش نتفى بالمديوكريتية بالأقل الممكن مش أقل الممكن ويلا ماشي الحال لا بدنا حقيقة نحن طوقين لأنه نستقل وناخد قرارة نحن بين لبنانيين بس هل نحن في هذه المرحلة بالمنطق وبالواقعية يعني ما قدرنا نعمل انتخابات نيابية نعم أستاذ ديوال قوة اللبنانية دخلت أيضا بتسوية عدم إجراء الانتخابات النيابية خليني أودع ما صار في تسوية عدم لإلغاء الانتخابات مخالفت لإلغاء الانتخابات ما صار في تسوية بهذا الموضوع صار في وقع حال ومش الكل انتسب لهذا الواقع الحال ولكن حتى يعني يلي طلع صوته وقال إنه هيدة تسوية ما يعني بعضه بمجلس النواب إنه أقل شيء يستقيل كان بوقتها يعني بمعنى هذا كان واقع الحال يلي صار نحن عطول من طالب الأفضل ما نروح نلتجي لواقع الحال يلي هو بيضل بلبنان على مستوى كتير كتير متدنئ إذا بدك على لتطلعات الناس الناس بدى مننا أكتر من هيك رح تبع معك أستاذ إدي بس لأنه زميلتنا نوال بري يبدو أننا نطرة تحت التلج فلابد من الانتقال إليها صباح الخير نوال نوال عم تسمعنا؟ نعم ننسي نعم صباح الخير نوال المشهد عندك بيحكي ربما بوضوح عن الصورة وين أنت تحديدا وكيف هي حالة العاصفة هل وصلت العاصفة لكسا إلى لبنان؟ ننسي نحن الآن قررنا أن نبدأ جولتنا اليوم عند دهر البيضر وهي النقطة الأساسية عادة التي إذا ما خطعت فيها الطرقات يعني أن الطرقات غير سالكة باتجاه البقاء الغربي ولكن حتى الساعة لننسي نحن انتظرنا بالفعل نحن انتظرنا لكسا مساء البارحة ولكن يبدو أنها لم تأتي إلى البقاء لأنه لا شيء جديد أو برد شديد هذا صح التعبير أو حتى ثلوج كثيرة تساقطت هنا الثلوج تساقطت بشكل طبيعي لكن الحرارة وصلت درجتها إلى ناقص 2 تحت الصفر يعني الآن الحرارة هي 2 تحت الصفر هنا في البقاع الغربي الثلوج تتساقط منذ ليلة أمس حتى أن ارتفاع الثلوج لم يصل إلى ارتفاع كثير كما جرت العادة ربما لأنها بداية هذه العاصفة حتى أنه في البقاع في السهول أيضا فقط أمطار لم تثلج بشكل كثيف أما بالنسبة للطرقات نانسي فقط يعني معظم الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق ترشيش زحلي ما عادة أمام السيارات المجهزة بسلاسل المعدنية كفردبيان عيون السيمان أيضا فقط لسيارات المجهزة بسلاسل المعدنية حدث بعلبك مقطوعة عيون السيمان حدث بعلبك مقطوعة أمام السيارات اللقلوق العقورة أيضا مقطوعة أمام جميع السيارات اللقلوق إهمج أيضا مقطوعة أفقى لاسا والميترة حدث بعد ذلك أيضا مقطوعة بشكل كامل أمام السيارات ننسي هنا جميع السيارات تمر بشكل طبيعي ولكن نسبة الضباب هنا الشديدة وبالتالي فإن الرؤية شبه معدومة وبالتالي طلبت القوى الأمنية من الجميع أن ينتبهوا ويأخذوا الحذر هنا وأن لا يسرعوا في سياراتهم أيضا القوى الأمنية سيارت دوريات بشكل مكتف هنا على طريق هنا طبعا إذا ما انقطعت أي سيارة أو كان هناك أي إشكال لدى أحد المواطنين أيضا جهست خطوط ساخنة لجميع المواطنين الاتصال بها في حال حصل أي شيء هنا نحن أيضا قمنا بجولة مساء الأمس وسوف نقوم أيضا نستكملها مع النازحين السوريين الذين يعيشون وضعا صعبا جدا إن كان من البرد القارس أو من الشتاء الأمطار الغزيرة أو من الثلوج التي تتساقط على خيامهم الهشة طبعا أيضا سوف نكون بمزيد عن ما يعانونه اليوم نعم نوال في حالة هلا عند المواطنين يعني ويبدو أنه فعلا حتى بالصورة وراكي ما نشوف في حركة سير كثيفة على خط دهر البيضر طبيعي أكيد نتيجة العصفة لكن هل فعلا لحظت خلال بدء نهارك يمكن القول أنه الناس قاعدة ببيوتها وأنه في حالة هلع من وصول العصفة؟ يعني أمس يعني نانسي أمس عند حوالي الساعة التاسع مساء جميع المواطنين هنا في البقعة الغربي يعني لم يكن لهم أثر الجميع ارتأ له أن يبقى في منزله خوفا من الآتي وخاصة أن أليكسا كان لها حديث منذ أسبوع الجميع تحدث عنها وعن مدى قصوتها أما اليوم يعني ربما المواطنين لم يصدقوا أنها سوف تأتي بهذه القصاوة ربما لأنها ما زالت في بدايتها وبالتالي تحركت الشوارع أكثر اليوم الجميع يعني فرح بهذه الثلوج لأنها لم تأتي قاسية بعد ربما كما ذكرت وبحسب الأرصاد الجوية أنها سوف تستكمل طريقها يعني أليكسا سوف تستكمل مشوارها هنا في لبنان ربما لتكون أكثر قصاوة وأكثر صعوبة على المواطنين أما حتى الساعة فمازالت طبيعية مثلها مثل أي أيام تلوج تمر بها لبنان أو يمر بها لبنان نعم نوال أنا بدي أشكريك وبدي أطلب منك أنه تحطي شيء على راسك لأنه جولتك طويلة ومبنيك تمرضة بديك تكمل معنا النهار وأكيد الله يحميكم ويعطيكم ألف عافية بس أنتم والشباب دايما منقلكم بأيام الخطر بتبقوا على حالكم أنا منقلكم دفوا حالكم منيح لأنه عايزينكم لمواصلة هذا النهار يعطيك العافية طبعا نعود إليك نوال مع كل محطة عنديك شيء تؤديه نعم نعم أنه بس كنت بدي علق نانسي قصة الشمسيلة محطيتها يعني محطات الشمسيلة فرجي العالم قديت تلج حلو إذا بحط الشمسية شوفي بروح ما بقى بتبين عندكم أدافة تلج شكرا يعني شكرا نجعل لكن طبعا ننسي سوف نكون معكم بمزيد من التفاصيل العاصفة شكرا جزيلا نوال وطبعا رح نكون معك بكل جولاتك وعند كل محطة رح توافينا بأحوال الطرقات والطقس واستقبال المواطنين لهذه العاصفة أيضا إلى زميلتي كريستين حبيب سأنتقل كريستين دائما عند الأجواء العاصفة سيسان إليك كريستين والصحف من التلج للستوديو رح نبدأ الجولة اليوم مع صحيفة الجمهورية بعيدا عن برودة الطقس حماوة المعركة إلى الرئاسة التي بدأت منذ بعض الأسابيع في الجمهورية اليوم انطلقت المبادرة الفاتيكانية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي وأكد مصدر فاتيكاني أن الفاتيكان فوض إلى البطريارك بشار الراعي تسويق هذه المبادرة التي تركز على أن يقنع البطريارك النواب المسيحيين الأربع وستين بضرورة تأمين نصاب الانتخاب والعمل على تفادي تجربة العام 2007 لذلك بشار الراعي فور عودته من روما الاجتماع بالنواب موضحا أن الأجواء في الكركي وروما إيجابية جدا والطرفان مطمئنان إلى تجاوب النواب المسيحيين معهما بعدما وضعوا أمام مسؤولياتهم التاريخية والوطنية ودائما نبقى مع هذا الملف وهذه المرة من صحيفة البناء لم تستبعد مصادر نيابية محاولة الرئيس سليمان دفع فريق 8 أذار للتحاور معه من أجل الحقول دون قيام حكومة أمر واقع قبل دخول مجلس النواب في مرحلة الشهرين لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية وفي الوقت نفسه أن يصار إلى إعادة انتخابه لفترة انتقالية تحاشيا لحصول الفراغ وتقول معلومات المصادر أن الرئيس الجمهورية الذي يتحدث عن معارضة التمديد قد لا يمانع في إعادة انتخابه لفترة انتقالية في ظل مواشرة توحي بأن الأمور قد تذهب نحو الفراغ في رئاسة الجمهورية في حال تعذر ذلك وتعيد المصادر التأكيد أن الرئيس سليمان يحبض السير بحكومة أمر واقع في حال عدم التوافق معه على الفترة الانتقالية إلى صحيفة الأخبار واخترت لكم اليوم علم خبر الخبر الأول تحت عنوان أطفال للاستطلاع ألقت قوة من استخبارات الجيش ليلة أول من أمس القبض على الفتاة حاء عين 12 عاما بعد الاشتباه بتحركاته في محيط مصلى محسوب على حزب الله في تعمير عين الحلوة وبحسب مصدر أمني قال الفتاة في إفادته الأولية إن قياديا في جند الشام يتمركز في حي الطوارئ كلفه باستطلاع المصلى تمهيدا لزرع عبوة ناسفة قربه في وقت لاحق نبقى مع المخبر وزير يطارد محاميا اعترضت سيارة يستقلها الوزير بانوس مانجيان طريق المحامي جيمي حاتشيتي بعد نشوب خلاف بينهما على أفضلية المرور في منطقة أنتلييس وقال حاتشيتي إن الوزير ومرافقه كالا له الشتائم لأنه لم يسمح لهما بتجاوزه بسبب زحمة السير وأنهما لاحقاه لبعض الوقت قبل أن يقفلا أمامه الطريق بركن سيارتهما الربعية الدفع أمام سيارته عندها نزل مرافق الوزير ليضرب على السيارة واضعا سلاحا كان بحوزته في رأس حاتشيتي مهددا وذكر حاتشيتي أنه لم يكن يعلم هوية مطارده في البداية وأشار إلى أنه في صدد التقدم بشكوى قضائية في حق الوزير بجرم الاعتداء والتهديد ومن هذا الخبر ننتقل الآن إلى صحيفة النهار التي عنونت حول قضية الوزيرين الصفدي والعريدي سيقرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في الأيام المقبلة استدعاء الوزيرين العريدي والصفدي للاستماع إلى أقوالهما في شأن ما صرحا به وثم تانية للانطلاق في التحقيق الذي قرر النائب العام المالي فتحه والمضي به إلى خواتيمه مع ما يمكن أن يؤدي إلى سماع إفادات آخرين في الوزارتين وفي ضوء هذه الإفادات والمستندات التي يفترض أن تتوافر للتحقيق يتخذ قراره في مسار الملف وعلم أن مشاورات على هامش جلسة لجنة الأشغال أفضت إلى تبادل الاتهامات بين العريض والصفدي يعود إلى أن الأول رخص لنفسه مرفأ في منطقة المنارة في بيروت فيما يعرقل طلب الصفدي ترخيص مرفأ مماثل في جبيل وربطا بهذا الخبر تجربة تكاد تكون مماثلة إنما آتية من العراق ومن صحيفة الحياة هذا الخبر أعلن اتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن مذكرات قضائية بالقبض على 22 نائبا ستصدر قريبا بتهم التلاعب بالمال العام والاختلاس لكن لجنة النزاهة استبعدت رفع الحصان عن هؤلاء ورجحت حرمانهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة لا ندري ما إذا كان هذا القرار سيمتد إلى لبنان وبانتظار القرار ننتقل إلى صحيفة السفير وخبر من الصفحة الأولى قال مصدر ديبلوماسيون مطلع أن اتصالات جرت عبر طرف ثالث بين الخاطفين ومكتب الأمم المتحدة في دمشق للاطمئنان على سلامة راهبات معلولة وأوضح أن الخاطفين أكدوا أن الراهبات لم يتعرضن للخطف وأنه جرى نقلهن من معلولة باسم حمايتهن وأبلغ الخاطفون الوسيط بأن الراهبات موجودات في مكان آمن ومريح وإذا شئتم زيارتهن فأهلا وسهلا وأشار المصدر إلى أن الاتصالات غير المباشرة مع الخاطفين هدفها السعي إلى تأمين الإفراج عن الراهبات ومعرفة مطالب الخاطفين الذين ردوا بكلام عام عن رغبتهم باستقبال وفد للتوصل إلى اتفاق حول مطالب الخاطفين يقود إلى إطلاق الراهبات وإلى الجاردين وتعليق هذه الصحيفة البريطانية على المصافحة التي تمت بالأمس بين أوباما وكاسترو مصافحة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظيره الكبير والكاسترو تعد لفتة للتقارب بين العدوين السابقين الذين لا يثقان ببعضهما البعض المصافحة التاريخية التي تأتي بعد عقود من الحرب الباردة تعد اعترافا رمزيا باحترام الأشخاص وتعبيرا عن الديمقراطية أوباما عمد إلى استخدام لفتة من لفتات ماندلا الخاصة والأكثر فائدة خلال حفل تأبينه والتي تمثلت بمصافحة رئيس كوبا وبدأ أوباما في الصورة كما أنه يميل إلى الأسفل الأمر الذي على ما يبدو فاجأ كاسترو أختم الجولة مع خبر من صحيفة الشرق الأوسط استيقظ رجل من لويزيانا كان على متن طائرة متوجهة إلى كاليفورنيا ليجد نفسه في الظلام في طائرة خالية متوقفة في مطار بوش الدولي في هيوستن إذ كان يغط في نومه عند النداء للخروج من الطائرة وكان من المفترض أن يغادر توم فاغنر الطائرة في هيوستن وأن يركب طائرة إلى كاليفورنيا لكنه بدل ذلك وجد نفسه محبوسا داخل الطائرة فاغنر اتصل بصديقته لطلب المساعدة وهو قال اعتقدت أنني جننت وقلت لها أنني محبوسا على متن الطائرة اذهبي إلى أي مكان وحاولي إخراجي من تلك الطائرة بهذا الخبر اختم الجولة وأعود إلى نانسي شكرا كريستين كريستين قلت لكم مثل العادي هنده نوم متقيل هنده دائما عواصفه في الصحف وأكيد رح نرجع ناقش مقرأته كريستين سيما فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي ممكن القول نتيجة ما جرى بين الوزيرين العريضي والصفة دي إضافة أكيد إلى راهبات معلولة التي أيضا ضمنتهم خبر من ضمن جولتها على الصحف لكن نتوقف مع فاصل إعلاني ونعم مشاهدينا برحب بكم مجددا ونتابع حوارنا مع عضو الهائة التنفيذية في الكوات اللبنانية مع أستاذ أدي كنا عم نحكي مواصفات الرئيس اليوم 14 أدار هل ستأخذ هذا الاستحقاق بمرشح من 14 أدار كل شيء وارد طبعا نعم كل شيء وارد يعني مش عم نقول أنه كل شيء وارد الأهم بالمواصفات اللي حددتون يعني بمعنى إضافة لأنه هو مستقل عن الخارج ونعادى أنه هو مصر على بناء المؤسسات وعدم سماح لأي شيء خارج هذه المؤسسات ومهما كان تسميته وكمان أنه ما يلجأ لا تعديل دستور ولا لا تفسير دستور ولا لا ما بدنا صراحة ما بدنا أنه يكون في أي تعديل أو هيكي تفسيرات مش بمحلة أو أنه تطبيق كمان أوقات أعراف غير منصوص عنا بالدستور بشكل واضح يعني بدنا أنه تكون العملية فعلا وخاصة بالمواصفة يعني شو بده يكون إنسان لبناني 100% ليس متعلق بأحد إنسان ناوي يكون رجل قرار إنسان يحط أهداف لحملته على مستوى كيفية رؤيته لبناء المؤسسات إنسان مستقل بقراره على مستوى البيئة الأحزاب الموجودة يعني إنسان لا يقبل بأي سلاع خارج الدولي وبأي شي خارج المؤسسات الرسمية أين كان إنسان بالحقيقة مسموعة كلمته يعني له رني عن الناس يعني هذا رجل قوي شو رجل قوي؟ طبعا هذا هو البناء وأكيد إضافة لكل ذلك يعني مصرين طبعا على أنه هو يرجع حقيقة يطبق كل القرارات الدولية ويكون على احترام لهذه القرارات ومتبعتها وعلى أنه طبعا يتجه عطول عطول باتجاه واحد وهو استقلال لبنان عن محيطه بشكل كامل وناجز طيب بس هون يعني أنتم تكفرون الباب على إمكانية التمديد للرئيس الإيمان صراحة أننا نحن من مع التمديد ولا مع التعديل ولا مع أي تفسير بهذا الإطار بكل غضوح طيب فيه رأي يقول عند الفريق الآخر أنه إذا بدكن رئيس قوي ورئيس إرورانت ومتل ما بتقوله ووزن وثقل مش رئيس عنده كتلة نواب من ست أعضاء لازم يكون عنده تمثيل مسيحي واسع كما هي حال العماد من الشرعون نحن بدنا يكون طبعا بواحدة من المواصفات اللي حطيتها أنه لا يقبل سلاح خارج سلاح الدولي أي شو ما كان تسميته لا هلأ ولا لا تنحل كل أضايا شرق أوسط يعني بمعنى أنه لا هذه نقطة أساسية بالنسبة لأننا نحكي عن بناء المؤسسات هيك يعني بناء المؤسسات العماد من الشرعون لا يريد سلاح خارج سلاح الدولي لا مش هيكي نسمعنا آخر مرة عليك الحال هذا شو اسمه لا قال بشكل واضح أنا سأقبل بهذا السلاح إلى أن تحل كل قضايا شرق أوسط سلاح حزب الله سلاح حزب الله طيب بس اليوم فيه رئيس بده يجي يقول أنا بدي أنزع سلاح حزب الله وسيكون رئيسا للجمهورية بالمعادلات الطائمة رئيس اللي بده يجي بده طبعا يوضع حلول لهذا السلاح ما حدا عم بيحكي عن طريقات وكذا نحن عم نقول وضع حلول لهذا السلاح ويكون حقيقة بزهنيته أنه لا نقبل بأي شيء سلاح أو غير سلاح أو غيره أو أي تسمية كانت لقلوه أنه يكون خارج المؤسسات الرسمية عهر حالة ذاهبون إلى الفراغ لا مش بالضرورة يعني طاولة حوار مش عم تنعيد وعنوينها استراتيجية دفاعية بتكون تقدروا توصلوا لإستحاء رئاسي مش بالضرورة مش بالضرورة أبدا بدي يكون عنده الإرادة بالزهاب بهذا الاتجاه وليس أنه مش عم نقول أنه رح يكون معه عصى سحرية هو بدي يكون بمواصفاته بتكوينه إنسان مصر على أنه يمشي بهذا الاتجاه حزب الله يقول اليوم أنه مصر يمشي بهذا الاتجاه وأنه متى تأمنت الدولة القادرة والعادلة والقوية واللي إدراء هذا الموضوع هو ما رح يحتفظ بالسلاح إلى الأبد نحن نحترم هذا الكلام ولكن هذا الكلام يحمل إذا بديك شوية تناقض كيف هذه الدولة بدأت قوم إذا أنتم موجودين بهذا القوة وبه الشكل على الأرض ما كيف بدأت قوم ما أنتم بتكون سهلون لقيمتها يعني نحن لومنا بهذا الموضوع أنه هذا الكلام لا يستقيم لما تقول هذا الكلام لا يستقيم يعني هذا الكلام ما أنه دقيق يعني ما فيه واحد يعني تقولي بدي نمي المؤسسيات وعلى كعبة في تقل في أوزان في نعم حتى محاولة إدارة بمحل معين للمؤسسات يعني في شيء مش مزبوط يعني هلأ منحكي شيء ومنمارس شيء مش هذا المطلوب لما نقول رئيس قوي لا بيحكي شيء وبيمارسه وبيبلش فيه بيبدأ فيه يعني نحن مش عم نحط تعجيز نحن عم نقول أنه أي دولة بالعالم ما فيها تمشي إلا بهيك اتجاه يعني ما بحياتنا شفنا بدولة بالعالم في قوة تتعيش بقلب البلد مهما سميت حالة ولكن الواقع هو أنه هي قوة مختلفة عن بعضها موجودة على بفرض هل إذا أتى دكتور سامير جعجع رح يكون رئيسا للجمهورية رح يكون من ضمن أهدافه إنهاء حالة استلاح عند حزب الله طبعا بده يكون مشروعه بس إنهاء مش إنهاء رجعنا إلا مش عم نعمل عن ترييات نحن عم نقول يعني يكون عنده النية وهو عنده إياها بس النوية كله عنده النوية لا 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 الني والإيرادة الإيرادة أهم من الني لأنه مثل ما اتفضلت وقلت مظبوط لا والإيرادة على أنه يقول والشجاعة والجرأة أنه يقول أنه أنا ما بقدر أقبل بقى أنه يكون في أي سلاح خارج المؤسسات الرسمية طيب اليوم بهذا الاستحقاق اللي مفتوح اليوم على كل الاحتمالات أقوى الاحتمالات اليوم هو التمديد هو الفراغ ليس التمديد يعني الفراغ مش بالضرورة نحن عم نطلب من الكل أنه هذا الاستحقاق يجب الذهاب إليه طيب بس الكل 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 يقول يجب الذهاب إليه لكن بالتطبيق ما في واقعي يعني إذا بلنحكي بالواقع الواقع يقول اليوم أنه راحين على الفراغ وأنه كيفية إدارة هذا الفراغ هل أنتم اليوم مع ما يحكم من طرح يكون به رئيس ليمان وهو السعي لتأليف حكومة حيادية لألا يسلم البلاد أو صلاحيات الرئاسية إلى حكومة تصريف أعمال؟ نحن واضحين بأنه بدنا نروح وندعي الكل يروح بشكل واضح إلى الانتخابات الرئاسية وإذا ما؟ هلأ هاي دي ما في إزامة يعني ما بدي حط أنا عطول الحلول الهينة يعني اللي تخلق أوضاع شازة بالبلد يعني ما بدنا نروح بالإيجابة يعني بالإيجابة المفروض أنه نحن نقوم فيه يعني فيه بالنهاية اليوم قد ما بنحكي بالتسويات وبالهاية تسويات الرخيصة وبالآخر أنه آه من الحلول ومنلفلفة وبيجي شو مكان البلد ما بقى يحتمل يعني نحن واجبنا كسياسيين واجبنا كمسؤولين واجبنا كأحزاب وأنه نروح نحط الطرح الصحيح مش نحط البدائل اللي ما بتعطي نتيجة نحن نحن بقلب المصيب بيوم مش عاملين حقاً خطة ويقائية اليوم لابد من إيجاد خطة ويقائية لأنه فيه مسار ماشي وعارفين كلنا أنه يبنان في مهب الانتظار نحن بموضوع رئاسي بلشنا نحكي بكير بهذا الموضوع وحكينا كلام كتير واضح بهذا الموضوع لأنه نحن اللي بدنا نحكي بهذا الموضوع مين بديوا يحكي فيه إذا ما حكينا إذا ما كنا مسؤولين وقتحالنا وأحزاب قوية وأحزاب حقيقة متعرف شو بدي مين بدوا يحكي عطول بدنا نروح على الحلول الحل اللاحل يعني الحل اللي يأتي بمزيد من المصائب على الناس بمزيد من الصعاب على الناس بمزيد من الخراب للمؤسسات نحن مين نحن أنتم كأفريقاء مسيحيين نحن كأفريقاء لبنانيين أنا أدعو كل الأفريقاء لبنانيين ما بدي لش أنا أدعو كل الأفريقاء لبنانيين نحن لبنان نحن وطن واحد نحن بلد نحن هذا العيش النموذج اللي عم نعطيه بدنا نحسنه بدنا نظل حافظين علي بدنا نظل راهنين نحن طبعا كمان نسمى قوة بين القوة المسيحية صحيح ولكن نحن ندعو كل لبنانيين إلى ذلك طب أنتوا ما عندكم دعوة عامة إلى اللبنانيين بينما يأخذ عليكم اليوم أنكم مع المسيحيين الآخرين ما عم تلتقوا يعني حتى الساعة ماذا دولة الرئيس إلي الفرز لينتظر موعدا أو قبول طلب موعد من دكتور سامير جارج بهدف الحملة التي كان يقوم بها وهي لمش حمل المسيحي وإيجاد دقات مشتركة لحماية مسيحية نحن في كتير أشياء وقات اجتماعيات تبقى استعراضية أكتر ما هي عملية العملانة عم بتم بالتواصل مع كل الأحزاب المسيحية طب نبالك بقلك إياها وأنا أكيد كيف يعني عم بسيرت بكناويتها معينة بقى بالتالي الاستعراضيات أنه جينا وطرحنا وحطينا وكذا جربناها قبل ما قاتت بنتيجة جمع بين هذه الأحزاب يعني إلا بل بالعكس نسمعنا شيء وتصرفوا شيء تاني برا بقى بالتالي نحن هذا الاستعراض لا نريد ونحن مستعدين وعم نعملها وعم نحكي وفي تواصل مع الكل مين الكل؟ كل أحزاب كل أحزاب كل أحزاب المسيحية طبعا كل أحزاب غير الأحزاب الحليفة كل الأحزاب بقى بالتالي الكل بقى بالتالي هذا بيخبرك أنه لا لا التواصل قائم ونحن عم بيضى الأراء بس كل شيء اسمه استعراض كل شيء اسمه استعراض لما عمل مؤتمر الشرق مؤتمر مسيحي الشرق في لبنان غيرت القوات فيه مخاوف كبيرة هذا شو هو هذا هذا التحالف الأقليات هذا نحن بنروح على التحالف الأقليات بعدنا بهذا المستوى نحن عنا هواجز طبعا نحن هواجزنا عبرنا عننا قبل ما غيرنا عبر عنا بس إسوا لعنكم اليوم مسيحيين الشرق عبرولكم يا جماعة نحن تهجرنا صوفا ننقرد من هذا الشرق أنا بطرح عليكي بس شغلي ملتقيت معهم المؤتمر مش مظبوط المؤتمر كان موجه سياسيا باتجاه هايك اللي عم بحكيكي تجمع الأقليات تجمع الأقليات يقتل المسيحيين في سوريا ليش ما أعطيته كلمتكن نحن إلا كلمتنا إلا كلمتنا حضرنا أول شو اسمه كنا موجودين وعطينا كلمتنا وأوضحنا وإذا بتطلع على كل التصريح اللي عملها الدكتور سمير جعجع وكل القيادات بالقوات بتلاقي أنه هني كانوا السباقين بهذا الخطاب وبعدهم لليوم وهمنا الأساس وعطول عم نكرر هذا الموضوع ونحن نعم نقوله أنه لا نحن لا نؤمن بتحلف الأقليات نحن نؤمن بأنه في بيبقى ديكتاتورية موجودة بمحل عم تضرب شعبة في ناس هيك نحن مش أنه عم تضرب شعبة طبعا المسيحي والمسلم وعم تضرب شعبة المسيحي كمان ونحن هذه الحاسسية المسيحية المسيحية موجودة لأنه نحن عم نطالب بتحييد معلولة وبتحييد كلها المواضيع كل الأماكن المقدسة وكل هذا نحن عم نحكي بشكل صحيح شوف التصريح كلها مش عم نزايد بهذا الموضوع لأنه المزايد لا تفيد بس أنتم البعض يتهمكم اليوم استاذ أديب إنكم عم بتخففوا من هيدا الموضوع ودائما بتقولوا لا ما في شي فليحكم الأخوان هيدا اللي لبستكم يعني من ضمن العنوين إنه اليوم في رهبات مخطفات في مشهد مطرنين أيضا مخطفين ما فيكن بقى تقولوا إنه البديل هو الديمقراطية الاتية وهذا ما يؤخذ عليكم تحديدا بالشارع المسيحي مش هيدا عم نور أنا بدي أليك شغلة أنا اللي عم بيجرب هو يزيد علي مسيحيا بهذه المواضيع عم بيضر هؤلاء الناس عم بيضر هؤلاء المسيحيين عم بيعرضهم أكتر أكتر لمخاطر رهيبة لأنه عم بيضوي على النقاط بجوز ما كانت بعدها واضحة مثل شو يعني؟ يعني مثلا المزايدة بالمواضيع أو قات كتير المزايدة تأتي بردات عكسية ونحن نقلناها وقالفتنا النظر على هذا الموضوع إنه أنتوا شو بتكون بتكون تعملوا دعاية سياسية لحال كنتوا مسيحيين أكتر من غيركم ولا بتكون تنقذوا هؤلاء الناس في خيار بين هذه الشغلتين أنا مع إنقاذ هؤلاء الناس مش مع الدعاية المسيحية السياسية الرخيصة يلي ما بتؤدي لو ما بتوصل لمحل بعدين هن زيتوا نهودي الأشخاص وين كانوا وقتل فيه ناس انقتلت مسيحيين باللبنان ضابط بالجيش اللبناني واحد مخطوف على المطار ما حدا طلب فيه طلع على سوريا شاف بشار الأسد مطالب بالمساجين السياسية لموجودين فوق يبين بعدين أنه فيه منهم ورجع فيه منهم أطلقوا وقالوا أنه بعد فيه موجود جوا من النهودي الحريصين على حالة المسيحيين هذا اللي بيعرف تماما أنه هذا النظام قتل من المسيحيين في لبنان وفي غير لبنان أكتر بكتير من شبعته بقى بتالي هذا اللي راح سلم عليه وباسه وعنقه هاي دي المزايد بسرع حلفاء بسرع على اللجن الوزرية لا 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 أنا عم بحكي على عم بزايد الرئيس سعد الحريري اللي راحوا على سوريا أنا أقول عن اللي عم بزايد سياسيا ما راح سعد الحريري تعمل حلف مع بشار الأسد ولا تحت اللي يجيح راح عامل معه لجنة اللي لدرس في ملف المخطفين بديادة الوزيرة لا 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 هاي أبصلا أنت عم تحكيني موضوع مختلف تماما راح لأسباب واضحة كانت بالسياسة وطلع منها كمان بشكل واضح ما راح زايد مسيحيا وعنق يلي قتل المسيحيين يلي سجن المسيحيين يلي ما سأل عن المسيحين حتى المسيحيين والغير مسيحيين مين أهل ما سأل يقول لعماد مش العامل أنه سأل وهذا الموضوع محط متابعة كيف العائلة مليحة مليحة العائلة ماشي الحال وين سأل هذا لازم يكون مطلب لازم قبل ما يروحوا حطوا شرط أنه أنا بدي إياهم كلهم نكونوا برا قبل ما أنا أدعى السيدة بسمع أيضا سوريا قالت فلتسلم الميليشيات اللبنانية في حين اللي أتلت من الفريقين ومن المسيحيين وتأتلت مع بعضها تسلم اللويح أيضا للمجازر سلمت وكله هذا صار بس أنا المؤسف أنه هذه أنا كنا عم نحكي بشغلي أخدتيني على غير شغلي قليني أحكي عن المزايدة المسيحية بهذا الموضوع المزايدة المسيحية بهذا الموضوع أصحاب هذه المزايدة لا يستحقوا أنه الاحترام بهذا الموضوع بس أنتم عم تركزوا على المزايدة بس أنتم كفريق استاذ إيدي عم بدأ دايما أقول لكم عم بتخففوا من هذا الموضوع بينما الخطر كبير مين خفف؟ قوة اللبنانية أنه لا ما في أقليات وما في خوف منها لا مش هكي قلنا قلنا نحن أنه الأقليات والمسيحية بالتحديد لازم يوقفوا يكونوا موقف واضح من نظام معين نحن قلناها توقفوا من النظام إجعلوا مجموعات مصلحة خطفة راهبات تاني شيء لنا مش بالتدوية على هذا الموضوع من نكون عم ننقذ هؤلاء الناس نحن فينا ننقذهم بمليون طريقة كيف اليوم ستبين لإنقاذ الراهبات المطرانين أول ناس حكينا بهذا الموضوع مش مهم أن نكون أول المهم أن نكون عم نطالب وعم نصر وعم نعمل أعمال حسيسة بهذا الاتجاه المهم الرهبات ومعلولة وكل ما حدث على هالمستوى الكوميديا الكبيري اللي صارت وقال قصف معلولة تضح أن النظام كان عم بيضبط قصفه على الدار تحت يحملها لغير يعني هاي الألعاب ما أنتو عم توقعوا بهذه الألعاب اللي هني عم بنصبوها بين التكفريين وبين النظام أو أين كان السورة قاعدين كانوا عم بيشوفوا كيف كل واحد بده يشوف كيف هو بده يزيد بالكلام ويقصوا في الدار هايدي أمور خطيرة جدا على الناس مش هيك بتنقذوا الناس مش هيك بتكونوا أنتو عمليا حريصين وضنيلين عليهم إذا أنتو للدعاية الرخيصة في لبنان عم بتضحوا بهالناس أنا عم بقلكم أنتو مخطئين مخطئين جدا لأنه أنتو عم تعملوا جريمة بحق المسيحيين هايدي المزايا دي اللي هي ما بتأدي إلى القرار والنصحي دي اليوم عنده دكتور جعجع علاءات في بلدين وعواصم خليجية معروف أنه فيه انفتاح على هذه الأطراف اليوم حضرتك بتعرف أنه اللواء عباس براهيم أيضا بدأ مساعي حسيسة لمحاولة إطلاق سراح المخطوفين المطرنين واليوم ضيف إليهم ملف الرهبات معلولة دكتور جعجع باتصالاته وعلاقاته مع هذه الدول الخليجية اللي يبدو أنه عنده تواصل مع جزء من الخاطفين أو عنده معلومات بهذا الإطلاق خلني أوضح لك شغلية هيدا الاستنتاج هكي أنا برئيسة مش استنتاج هيدا نتيجة نتيجة فعالية خلاصة من بعد ملف أعزاز تبين أنه لا فيه استنتاج هيدا لأنه حتى ملف أعزاز تبين أنه مش هكي طلع أنه لا ما بمنوعه كان ظهروا قبله حدا تاني يعني وأنت بتعرف كيف كانت عم ينظهر الموضوع ولكنه ظهروا قبل وكان عمل بطل من ورها مش هاكي الوضع في مجموعات بسوريا مش مسيطر عليها من قبل أحد وهيدي معروفة وهو دي المجموعات خطيرة ومجموعات مؤذية جدا ومش كل الناس إلى وصول ومعروفة هاي الشغلة بقى بالتالي مش أنه دي غري نربط أنه هاو دي يعني أنه الخليجية هني بيحكم معهم هيدا منطق ما بيجوز لأنه من صحيح وأنا بقلك بمخطفي أعزاز كانت في كتير ناس حبة تعمل خليني أقول إنجاز فيها ماذا تطمعها ليه لأنه تتضح أنه اللي عم بتقوليه منه مزبوط أيضا رح ننتقل بعد الفاصل الإعلاني إلى موضوع الفساد المالي وإضافة أيضا إلى كيف تقرؤون التقارب الإيراني الغربي وإنعكساته على لبنان وهل ستدخلون في التسوية هذه المرة أو مجددا ستقاطعون أي تسوية خارجية وقد تمتد إلى لبنان بعد فاصل الإعلاني مشاهدينا براح فيكم مجددا ونتابع الجزء الأخير من حوارنا مع عدو الهيئة التنفيذية في الكوات اللبنانية إدي أبيلا مع أساس إدي بموضوع ما سمعته وشاهدته على تليفزيون الجدال بين الوزيرين العريضي والصفضي نتيجة العاصفة المناخية مفروض تكون تحولت إلى العاصفة السياسية وعاصفة مالية وهل طبيعي اللي سمعناه على تليفزيوني بصراحة كنا منفضل أن يكون التخطب تخطب سياسي وأن الخطاب السياسي يكون أعلى شوية من الخطاب هلأ أشي بيصير ولكن بيطرح كثير أسئلة عن المواطنين يعني المواطنين اللي سمعوا الحديث بيكونوا عم بقولوا أنه خي هاي دي المؤسسات منين ببلش إصلاحها من فوق ولا من تحت فيه وحد بده يسأل هذا السؤال أنه فيه مؤسسات في لبنان وفيه إشياء منين من ببلش بإصلاحها أنا ما بدي أحكي على الوزيرين طبعا ما إلي حق هيك يعلق بشكل سلبي ولكن طبعا هذا الشيء ما عجب كتير لناس ما كان يعني مرضي بس ببلد فعلا ببلد قائم ما بدنا نقول أوروبا أو غيره ببلد قائم أنه يطلع وزيرين كل واحد يصير ويوصل التخاطب إلى مرحلة عنده هون وعنده هونيك وأملك شخصية ومن أين أتيت بها يعني بهذا بهذا التخاطب في مننا نتبه شو بيصير؟ طبعا مثل ما صار بتدخل نياب العام الماليين وبتصير تحقق بها المواضيع مثل ما صار على كل حال في لبنان وهذه الشغلة بتصير مش إنه ما بتصير طبعا هلأ الناس ما تلقفتها بجوز بشكل إيجابي لا الناس جمالها بتعرف هيك شي بس أول مرة بتسمع الوزراء هني عم بكله لبعض هذه الاتهامات كان عنيف وهيكي بشكل يعني مش مركز على كتير وقائع يعني أنه اتهامات متبادل بقلك هايدي كمان بتصير مش إنه بغير بلاد مش إنه نحن عنها لهذا ولكن برجع بقليك ما كتير الناس كانت مستسيغة هالتخاطب وهالكلام اللي نحكى يعني أنا برأي كان بلاها أفضل يعني ما رح أقول أكتر من هيك طب أيضا بالانطلاق من هدا من هيدا الاتهامات هل أنتم مع إعادة تعويم الحكومة أكيد رح تكونوا ضد لكن في مسعى اليوم لإعادة تعويم حكومة الرئيس نجيم مقاطع وأنه في ملفات ملحة ما فينا بالنفط نتساهل في مناقصات جارية في شركات كبرى تدخل بها الدستور واضح في هذا الموضوع ما فيه الأمور الملحة نحن منعرف شو هي الأمور الملحة مش هذه الأمور الملحة نفط مش من الأمور الملحة لا أنا بقلك رأيي النفط لازم ينشيل من بين إيدينا اللي نعم يهتموا فيه هلأ ويروح على لا يشكل إجماع لبناني حول هذا الموضوع هلأدي استراتيجي وهلأدي خطر وهلأدي دقيق يعني أنا برأيي أنه مش أبدا هني لازم يتعطوا بهذا الملف كيف يعني ما بيشكل إجماع لبناني في شركات دخلت مناقصة لا أعمل أنا اللي عم يتعطوا بهذا الملف لبنانيا يعني كوزير وكمسؤولين نحن بحكي نحن طبعا هذا موضوع لازم يحظى على إجماع حتى يعني ناس تهتم بهذا الموضوع بشكل تقني بحث مش بشكل يعني كل البلوكات بفرد مرة إيه بس هلأ بهذا بنضم للإطار لكيفية استدراج العروض أنا بعتبر أنه اللي مستعجل هلأدي على على معالجة هيك ملف هات دقيقة دقيقة ما أنا ما في حدا رح يموته بهالوقت هلأد دقيقة بس ممكن نخسر لبنان ثروة من أهم لا ما رح يخسر لبنان لأنه الثروة موجودة أنا برأيي أنه فيه البعض اللي عم يتعطوا فيه ممكن أنه هني يعرضوها للخطر إيه بس الشركات ترجع بسوسة ببلد عم نتعطوا ديل معينة ولا مرة لبنان ولا مرة لبنان نقض ديل عملوا مع أي طرف آخر اللي حقونا بمواضيع بعدها من 30 سنة وبعدنا عم نسددها لها هلأ ومعروفة هذه الأمور ولا مرة تهرب لبنان شو مكانة الحكومات اللي توارد أنه هرب من مسؤوليته اللي عم بقوله أنا لأ إذا هلأد مستعجلين نضانين خلنا نركب حكومة حكومة حيادية مثل ما قلنا ما حدا يحط علينا شروط بهذا الموضوع مين حيادة هل أنتم مبتنعون أنه في ناس حيادين نعم في ناس حيادين لكن كيف يبقى حيادة الحيادة مش أنه حيادة ما ما هو خبر شو عم بيصير بهذا البلد أو مش سامع بفلان أو بعلتان أو هو ما عنده حساسية باتجاه أو بآخر طبعا عندهم حساسيين حساسيات ولكن هؤلاء الناس ما بيغلبوا حساسيتهم لطرف على تقنيتهم هيدا الحديث هلأ نحن أوكي تسمي فترة تكنقراط ليش مش أنه تكنقراط تكنقراط كميما معهم خبر شو عم بيصير بالسياسية لا حدا يلي بيبدي مفهومه للملف أو اختصاصه بالملف اللي مستلمه على حساسيته السياسية هذا المطلوب مش أكتر والأقل شو عم نقول نحن عم نقول في ناس بيبقوا حزبيين وفي ناس بيبقوا قاربين هني بس بلحظة اللي بيصير لانقسام السياسية هون ناس لهم بدون يردوا سياسيين تضح تضح بالتاريخ وما بدي سمي أسميه هلا أنه لأ كان في وزراء راحوا باتجاه ملفهم بعكس إرادة اللي كان هو عمليا بدي أقول حبيب شاب راح يجيبون على الوزارة متل مين في ناس كتير في وزراء كتير في عندنا تجربة الوزير الملك لا في عندك تجربة الوزير رزق شار الرزق نعم في كتير وزراء في كتير وزراء في كتير وزراء ما بدي سميك هلا نحن مش بيورد هلا نميز ناس عن ناس أنا اللي عم بقوله هو التالي إنه لأ اليوم منروح على حكومة حيادي نعم منروح وخيقول إلا جراء إذا فيها لأدي أمور ملحة خلينا بشكل مستعجل نروح على هذا الموضوع مش نقول هلا عرضين عليكم عرض الزماء خطو منغلي السعر هيدا حكي ما بينحكها بالسياسي وهذا حكي نحن ما نمشي فيه وهذا الكلام نحن ما نشاطره ونحن نعتبر إنه أي حكومة بدأت تجي مثل الحكومات اللي سبقتها أفضل إنه ما تكون وما في شي هالأد ملح والملح إله طريقته بالمعالجة ولكن مش في اجتماع مجلس وزراء أو بتعويم هذه الحكومة التي حقيقة عفنت وما بدي أقول أكتر من هيك اليوم بيقال إنه ما في حكومة يعني هيدا صار لا حكومة مش من مسلمات لا مش من مسلمات هذا الحديث ممكن بأي وقت من الأوقات تطرق بس ما في هذا الوقت ليس قوانه ولا يبدو في اتفاق ولا يبدو إنه رح نوصل لهذا الموضوع البلد كله معطل لابد من أن تقوم يعني اليوم اللي عاصفي ومجارة بين الوزيرين هو نتاج إنه فعلا ما فيه ليمشوا ومير البلد بهذه الطريقة نحن مش مبسوطين من اللي صاير ونحن عم نطلب بهالشي مش لحتى لي نحط معجزة أمام تشكيل الحكومة بالعكس مش أنت نحط حكومة فعلا بتجاوب على التساؤليات اللي عم تسأليها وتقدر تعالج المشاكل اللي عم تطرحيها مش حكومة تجي ترجع تركب مشاكل إضافية على المشاكل اللي موجودة من وراء الحززات اللي بدو يكون فيها والمشدات اللي بدت مثل ما صار بالحكومات استحقاق تمويل المحكمة اليوم لا يبدو إنه حتى الساعة كان فيه أموال موجودة لتمويل المحكمة يقول الوزير الصف هدي بأنه يعمل على إيجاد صيغة ما هل أنتم كوات لبنانية مع إيجاد صيغة ما لتمويل المحكمة بوقت الوزارات عم تشكي وزارة الطاقة والمياه بالأمس قالت عنا مشكل بالكهرباء وزنزاية ساعات التقنية عنا وزارة الأشغال والمشاكل اللي عم نشوفها على الطرقات ووزارة الشرق الاجتماعية والنازحين إذا بنفوت فيهم كل الوزارات تشكي وتعاني هل أنتم مع استخدام احتياطي مثلا الموازنة لتمويل المحكمة الدولية نحن مع تمويل المحكمة الدولية بشكل قاطع لأن المحكمة الدولية بغض النظر على الحيوية عن الأمور الأخرى المحلحة على المغاطنين هو بحيوية الباقي لأن المحكمة الدولية لشو معمولة معمولة تقتص من المجرمين من المجرمين بالسياسة ومن يلي بيهزوا استقرار لبنان وهذه هز الاستقرار اللي بيسبب بكل المشاكل اللي بيقضوا منهم المواطنين يعني بكل المشاكل اللي بيتعذبوا منهم بستبين بتحقيقاته بالمسار خلينا أقليك شغلي أنا عم أحكيك المفهوم العام والمبدأ المبدأ بيقول أنه كشف المجرمين في لبنان خاصة بإطار السياسي وعلى المستوى اللي صار يلي هز لبنان كله سوى بكيانه وزلزل البلد وأدى إلى حالة لا استقرار ما زالت لليوم موجودة هذا هو بالتحديد الشيء يلي مؤدى إلى هذا هذه المشاكل الاقتصادية الاجتماعية اللي نحن عم نعيشها قال لا استقرار قال لا استقرار يلي عم بيستمر وبعده عم بيستمر و عم بيتفاقب بقى بالتالي لا هذا موضوع حيوي مثل المواضيع حيوية بسيد الموضوع أيضا يبدو أنه فيه علامات استفهام وفسار لعندهم مواضيع استفهام يروح يطرحها على المحكمة الدولية ما للأسف من قلب المحكمة والمحققين اللي اشتغلوا هن اللي عم بيحكوا عن علامات الاستفهام هن اللي عم بيعندوا تساؤلات كبيرة أنا فيني اسراحت وسألت وخلي اللي بدو عندو نقاط استفهام يروح يسأل لحنا شخصيا بارح ما سمعت المحاقق بو أستروم لتلاحكي هلا ما بدي يوصف هذا المحاقق المحاقق منه قاضي المحاقق محاقق مهمته خلصت توقف في محل معين بعدين الأضاءات أنه بياخدوا أو ما بياخدوا بالشيء اللي يجيبوا المحاقق بس أنا اللي بدي أقوله هو أنه نحن نؤمن بمعايير هذه المحكمة ونحن نؤمن بأن هذه المحكمة يمعمل بمحسب معايير دولي وصافي وصادقة ومستقيمة ونحن نؤمن بكل الإيمان بهذا الموضوع ولذلك يجب على هذه المحكمة أن أتمام مهمتها وبسرعة أكتر من هيك شوي أيضا أخيرا موضوع الاتفاق الإيراني الغربي وإنعكستاته على لبنان هل ستدخل هذه المرة الكوات اللبنانية في التسويات يعني البعض يقول بأنكم دائما من الذين يراهنون في المكان الخطأ وبأنه بلحظة التسوية بتنسحبه وبتصير التسوية وبتمشي واللي بلحق بلحق بتعتبروا فيه تسوية كبرى يجري العمل عليها وإنتوا هالمرة على استعداد لدراسة هذا الأمر بتعرفي بدأ ليك شغلي نحنا نحنا مش هيك حالك ليه لأنه هاي هاي الصورة حقيقة هايك شوي كاريكاتورية مش هيك صار نحنا في محلات أخدنا مواقف والمواقف اتاخد فيها نحنا عنا حلفاء ونحنا مع حلفائنا أخدنا مواقف وحتزى فيها بأربع عشر أدار اليوم هيدا الكلام قاس شوي علينا نحنا ما حدا نلحق حاله ما حدا نشي نحنا لكنا تنعين ومشينا يا بالآخر في أشياء مش نفرضت علينا نفرضت على غيرنا يلي فرضوا علينا بالقوة ونحنا منعرف شو صار بقى بالتالي ما نكتير نصور العملية عندهم مستعدون اليوم على الدخول بتسوية كبرة نحنا ما عم نقول تسويات ما فيه تسويات التسوية هلأ عطول التسوية إلى هيك مثل الرنية سلبية نحنا ما منحب التسويات إجمالا نحنا منحب مش أنه تسوية بتسير من الدستور والقانون لا يشمو الموضوع معين أو لا ينصح عنه تاب اليوم ما يحكى على اتفاق ولكن نحنا خيارنا الأول خيارنا الأول الذهاب في إطار تطبيق الدستور والقانون طبعا هلأ بعدين فيه مواضيع عجزين عن أنه نطبقه بهذا الهدف بتنحل يعني اليوم أنتو معدكم مشكل مواكبة الاتفاق الإيراني الغربي ليش بدو يكون لعنا نحنا مشكلة بهذا الموضوع ولكن لازم نعرف نحنا أنه لهلأ هذا الموضوع يلي كتير ناس بلبنان عم بلشت تطلق صرخات انتصار وكذا ما أنه هيك الموضوع الموضوع صار على مستوى النووي بعد فيه 600 موضوع منحل ولازم نحط على الطولة خاصة بالمواضيع نحنا اللي بتخصنا لبنان والسورية والعراق وكل المحيط ليه ما عزيته بالسفارة الإيرانية بالانفجار اللي صار بالحقيقة كانت كتير سريعة العملية ما صارت أنا ما كنت بهذا الإطار يعني بس مش قرار سياسي ما فيه قرار سياسي بالتعزي ما فيه قرار بالتعزي ليش هل قدم سكر القنوات مع السفارة الإيرانية لا أقول ما فيه قرار سياسي بالموضوع التعزي ما فيه قرار سياسي بالتعزي أو عدم التعزي تعزي أو عدم التعزي لا تعزي تعزي ما لا ما فيه ما بدخل فيه قرار سياسي يعني أنتو مش على قطيع ممكن القول لأنه اجتماعيا عادة تنكسر القيود السياسية عم بقلك ما فيه مش ناكي أنا قلتلك ما فيه موقف سياسي بيتاخذ بالموضوع هذا يعني ما فيه ما فيه هيك لا مش مشاكل هل صحيح أنه فيه تهديدات مجددا تصل إلى دكتور سامير جعجع بإطار مستمرة مين بيبلغكن أنه فيه تهديدات أجزاء أمني وبتعرفوا من أي أطراف ولا أنه بتتبلغكن أنه انتبهوا بهالمرحلة بيصير فيه تحليل بهذا الموضوع بيأدوا إلى يعني اليوم من يرسل دكتور جعجع مين الأطراف اللي هي من يفيت أمنيا أنا بهذا الملف صراحة بس بعرف أنه مش الوضع منه منيح أيضا من ضمن الإنعكاسات الممكن تكون يقال بهذا الاتفاق الإيراني الغربي أنه يتم مجددا تلزيب لبنان لراعي ما لا مش هيدا الاتجاه اللي رايحين بالعكس كلام الكومنويلس اليوم وكلام كتير من المسؤولين الغربيين تحييد لبنان عما يحدث في المنطقة والعمل على عدم يعني إيجاد أي مساحة ممكنة للخلاف الذي يتعدى الخلاف الدستوري السياسي المعلوم نحن رح نرجع إلى زميلة نوال بري اللي وصلت إلى مكان ما ونقطة ما يبدو أنه المشهد كتير حلو نوال من عندك وأكتر شي حلو بالمشهد أنه بيّن تلج على الشمسية وحميت راسك من التلج نوال هلأ أنت وين وشو الأجواء عندك بداية النانسي ما بقى في مزح حلو يعني يبدو أن العاصفة بالفعل قد وصلت إلى هنا إلى منطقة لمديرج حمانة وهي نقطة تقاطع لمديرج حمانة قطعت الطرقات هنا أمام السيارات التي لم تضع السلاسل المعدنية بشكل تام أمام السيارات الثلوج بدأت تتساقط بشكل كثيف هنا عند هذه النقطة وبالتالي أيضا يعني عندها المناطق المحاذية لهذه النقطة عمام بتمام يمرق السيارات اللي ما فيهم في تلج كتير اليوم ونحنا منتشكركم أول شغلي كأزاعة الجديد ومنتشكر غوة من الداخل والجيش ومنتشكركم كتير بس أنه مننصح أي شخص يكون معه جنازير بسيارة عم تعملها دعاية لك لجنازير ولا عن جد لازم يحتوش لا لا عن جد يعني لك وليم بعيني إنو الأرض بيضي طيب أنتو يعني بتركبوا جنازير عادة كل السنة هلأ شو منقين شو رأيكم يعني بتعرفوا المنطقة هون أولاك هالعاصفة حتكون عن جد قوي مثل ما عم بيقولوا لا هايك لا لعني سنت الماضي كان وين التلج أسه ما في شي يعني بعد ما في شي هل عم بيقولوا بالليل حتقوى يعني ممكن يعني يكون فعلا الله يبعث الخير بس مش مباين فيش ساقة ننسي إشارة إلى أنه بالفعل يعني المصلحة الأرصاد الجوية كانت قد ذكرت أنه مساء سوف تشتد هذه العاصفة بشكل كبير لتصل في المناطق الجبلية إلى أقل من 500 متر الثلوج هنا في المناطق طبعا أيضا سوف نوفيكم بمزيد من هذه المشاهد التي مزالت حتى الساعة مشاهد جميلة وممتعة للنظر إذ أنها يعني يعني لا أخطار حتى الساعة ولا يعني مخاطر الحمد الله طبعا سوف ن سوف نوفيكم بمزيد من هذه الأجواء عند نشرة الثانية ونصف نعم نعم نوال شكرا جزيلا لك وفعلا مثل ما ذكرت أنه المشهد الحلو الشتي خير والتلج مشهد جميل جدا ونحنا رح نواكب معك كل هذه الصور الجميلة للتلج والعاصفة التي يبدو حتى الساعة بأنها جميلة ونرحب بألكسا في لبنان إذا رح يكون هذا هو المشهد أستاذ أدي شكرا جزيلا لحضورك شكرا لك شكرا لك وفعلا أيضا نتمنى لك نهار ممتع وأنه يكون هذا النهار يمرأ على خير على كل المواطنين وإن شاء الله ما يتكرر لا تجربة أنه يعلقوا بسياراتهم ولا المذلة اللي عم بيتعبوا وكانوا فيها على الطرقات نتيجة صورة تنظيم يبدو أنه اليوم فعلا فيه استنفار تحية لكل الأشخاص اللي عم بواكبوا هذا النهار على الطرقات مع المواطنين منذ ما لقنا الإعلاميين إلى الكوى الأمنية إلى كل دفاع مدني ومنظمات من دفاع مدني صليب أحمر وجمعيات تتابع هذا الموضوع على هسالة فيه مشاهدين شكرا لحسن المتابعة أيضا ابقوا معنا لنوفيكم بكل جديد وبكل صور جديدة عن حالة التقس في لبنان غدا نحن أجديد من برنامج حدث فكونوا على الموعد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر